يعني أعتقد أن أولوية نتنياهو كما تحدثنا تتناقض تماما مع أولويات المجتمع الإسرائيلي ولكن ضمن قواعد اللعبة السياسية لا يمكن لبن يمين نتنياهو أن يتحدى هذه الشريحة من الرأي العام لإسرائيل وأن يظهر وكأنه ليس مباليا بإعادة أولى الأسرة وإن كانت الشريحة الأكبر في إسرائيل مقتنعة أن نتنياهو ليس معنيا بعودة أولى الأسرة وإنما ما يعنيه إطالة أمد الحرب طالما أنه بقاء حكومته وبقاءه رئيسا لها بات مرتبطا بشكل وثيق مع استمرار الحرب هذا الجانب الأقر لا يمكن لبن يمين نتنياهو أن يدخل في الصدام مع الإدارة الأمريكية لما لذلك من تداعيات كبيرة صحيح أن نتنياهو يتغذى على الخلافات مع الإدارة الأمريكية ولكن يعني في موضوع الحرب هناك محادثات كثيرة الجيش والأمن والمجتمع والاقتصاد والكثير من المحادثات الأخرى ولكن بتقدير أن نتنياهو يفاوض بالمفاوضات ولكن بالميدان لا زال رهينا لتوجهات وبرنامج بين كفير واسموتريج الذي أصبح واضحا وليس فقط برنامجه وإنما برنامج حزب الليكود الاجتماع الذي عقد بمدينة القدس قبل أيام تحت عنوان عائدون للإستطان بغزة الذي افتتحوا جراء من حزب الليكود الذي تزعموا بين يمين نتنياهو بمعنى أنه لو لا إرادة نتنياهو وقبول نتنياهو ما كان لهذا الاجتماع أن يعقد في ظل هذه الظروف وفي ذروة الحديث عن ما يسمى بحل الدولتين بالأمس نتنياهو رد بشكل آخر كان بزيارة لإحدى أكثر مستوطنات الضفة الغربية تضرفا في الوقت الذي يدور فيه حديث عن حل الدولتين وحل الدولتين المقصود بالضفة الغربية أعتقد أنه نتنياهو عصائد الشخصي برنامج السياسي والعقائدي لا يمكن أن يلتقي مع ما هو مطروح إقليميا ودوليا ثم برنامج الشركاء الذي يشكل هو البرنامج السياسي للحكومة الحالية وكما تحدثنا أنه اليوم لم يعد هناك حالة شراكة فعلية ما بين المكونات الحكومة بقدر ما أنه هاي المكونات المهمة باتسل إيلس مدرج وبينكفير أصبحوا يستخدمون بن يمين نتنياهو كأداء طيعة لترجمة مشروحهم الذي يصطدم مع الإرادة الدولية ومع ما هو مطروح وخاصة الإدارة الأمريكية ثم مع شريحة واسعة من المجتمع الإسرائيل وتعديدا ما يخص إعادة الاستيطان إلى قضاء غزة عودة الاستيطان إلى قضاء غزة يعني أنه إغلاق كل أبواب التسوية ليست التسوية إنما التهدئة وإبقاء هذه الحرب مشتعلة إلى ما لا نهاية طيب سيد عدل أريد أن أناقش معك كيف يتم بحث الخروج من هذا المأزق في الداخل الإسرائيلي يعني أتوقف مع مقال نشرته صحيفة هارتس اليوم حملت مسئولية لليسار والوسط يعني بالحرف قالت عليه أن يستيقظ من خدمة مصالح اليمين المتطرف ومصارح نتنياهو وإلا البديل تعزيز حكم اليمين والبقاء في غزة ما هو الدور الذي يمكن لليسار والوسط أن يقوم به يعني صحيح أنه بالسنوات العشر الماضية غاب بشكل نهائي اليسار وأصبح التكلمة اليسار يعني تفهم بالسياق النقاش الإسرائيلي كأنها مسألة معيبة أن يكون فلان من اليسار بمعنى أنه غاب اليسار وأصبح اليوم الموقف السياسي ما بين اليمين الديني المتطرف وما بين اليمين العلماني المتطرف بمعنى أنه اليوم بالكنيسة الحالية المنتخبة في إسرائيل على الأقل هناك تسعين عضو كنيسة يهودي من أصل مئة وعشرين عضو يرفضون الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية هؤلاء التسعين عضو الذين يشكلون ثلاث أرباع الخريطة الحزبية في إسرائيل وإذا استثنينا أعضاء الكنيسة العرب ضمن هذه النسبة تصبح الأمور أعلى نصل إلى حالي أنه 85% من المجتمع الإسرائيلي اليوم يرفضون أي حلول سياسية مع الشعب الفلسطيني ما عمق الأزمة هو حالة الالتحام خلف الحرب التي تجندت بعد السابع من أكتوبر وأعتقد أن صحيفة أرس كانت محقة أنه اليوم في مجموعة من العوامل أدت إلى تجند المجتمع الإسرائيلي بنسبة عالي جداً تجاه الحرب قولها حتى اللحظة شريحة واسعة تعيص صدمة السابع من أكتوبر وتدعيته والأهم من ذلك أنه بن يمين نتنياهو وشركاؤه بالحكومة استغلوا أحداث السابع من أكتوبر لتسميم وتعبئة الرأي العام الإسرائيلي أنه إن لم يتم إبادة وتدمير غزة سنكون أمام سابع من أكتوبر في كل شهر وهذا جعل كل إسرائيل يخشى على مستقبله وحياته سواء بالجنوب بالوسط بالشمال وبالتالي لم يعد هناك قيمة وأهمية للأمور الأخرى لمنظومة الحياة الاعتيادي في إسرائيل أو الوضع الاقتصادي ثم الدعم الأمريكي الغير محدود لإسرائيل بحربها يعني جعل مسألة الحرب خياراً جماعياً في إسرائيل بالتالي صفت حالة جماع اليوم بعد مرور أكثر من 116 يوم على الحرب لازالت الأغلبية مع الحرب حتى 60% من المجتمع الإسرائيلي يرفضون إعادة الأسرى الإسرائيلي إذا كان ثمنه وقف نهائي لإطلاق النار طالما أنه حتى لحظة ماكنة الإعلام والتعريض الإسرائيلية الموجهة من قبل نتنياهو وحكومته لازالت تحرض أنه لازالت حماس له شكل خطراً وإحتمالية تكرار ما حدث بالسابع من أكتوبر لازالت وردي وبشكل موضوعي ولكن في